يلا فيديو جديد الفيديو بتاعنا النهاردة سهل او بسيط هنعمل النهاردة الاحمامة شوية بطريقة سهلة وبسيطة ينهر ابيض احلى من اللي بتشيرها مبارا هنسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما تنشير لايكوا لاشتراك في القناة وتسيبلكم انت حلو منك اول حاجة كده هجي بالبولة بتاعتي وهجي على طول التوابل اللي هحطها يعني بصي التوابل دي على حسب ما انت حبه هو الاساسي اللي انت هتحطيه توم بودر بصل بودر بابريكا فلفل اصمر البهارات اللحمة الكمون والكسبرة النشفة براحتك عاوزة تحطيهم حطيهم مش عاوزة ما تحطوهمش انا احطوهم كل حاجة منهم معلقة صغيرة معلقتين كبار كده من السياسوس معلقة خل كمان لمونة كبيرة كده عصرتها وحطتها ومعلقتين من الصلصة هي دي التوابل اللي حطتها هتقلبيهم بقى كويس قوي على فكرة ممكن انت تروسش بس عليهم كده لكن انا بفضل اني يعني اقلبهم في الخلطة كويس بحيس ان كل حاجة كده ايه تشرب من الخلطة كويس لحمة طوزة لسه جايبها فمش شرط تخسليها يعني انت لو عارفك جزار حكتهم ديفة وحلوة وكمان اللحمة المشوية ما بتدغسلش هاخدها على طول كده هحطها انتوا شايفينها يعني زي الفل ايه بعد كده بقى هلبس الجوانتي بتاعي وقلبيهم كويس يعني بصي خلي كل حاجة كده تتشرب من التوابل كويس اليوم النهاردة سهل وبسيط يلا بينا كده على الفتو جاز ان شاء الله هتشوفوا نتيجة يعني بجد والله اتجربوه الجريل اللي بتاعي حطيته وهبدأ انزل على نارة عالية باللحمة مش هقولك بقى سيبها تتشرب من التوابل ولا اي حاجة لقى على طول كده على الجريل اول ما تاخد لون وصدمة يعني على نارة عالية ما تواطش خالص شايفين شكلها عامل ازاي هاخدها بعد كده على الجريل اللي بتاعي بقى اللي هو بالغطة لان انت لما بتحطيها بتاخد صدمة فالجريل اللي بيعمل طبقة خفيفة انت لو سيبتيها فترة طويلة هتتحرق وكمان اللي بص اللي في القاع بتاع الجريل يعني بيدي ريحة شياط فانت مهمة قوي ان انت تشليد كل مرة لازمة تشليد التوابل اللي احنا حطناها هي اللي بتعمل كده هنقلها بقى على الجريل اللي بغطة وهوطي النار خالص عليها وهاسبها اهم حاجة ان انت على نارة عالية علشان تاخد صدمة ما تنزلش مية شايفين يعني في ثواني خالص بتلاقيها اخدت يعني اخدت اللون اللي انت شايفينه كده على فكرة انت ممكن بقى تسيبها كده خلاص يعني تكليها كده على طول بشوية طحينة والله العظيم تعمها زي الفل بس انا قلت لأ كان في العقيقة بتاعت اياد ابني كان عامل الطبقة نعمل يعني لها خلطة حلوة قوي يعني بجد طعمها خطير والله العظيم تطلعت نفسي الريحة ونفس الطعم انا مجرد ما شفتها بس كده عرفت التدبيلة وعملتها يعني دي طريقتي انا بس طلعت بنفس التدبيلة اللي كانت طبقة عاملها شايفين كده خلاص خلصتهم كلهم اديتهم صدمة مواطية على الجريل آآ التاني اللي هو بغطة مواطية النور عاوزها بقى تتشرب مع نفسها من غير مية ومن غير اي حيج شايفين خلاص كده خلصتها والله زي اللي بتشيرها منبرة من غير تدبيلات كتير ولا تعاضي جنبها كتير ولا حيج لكن السوس اللي عاملولها دلوقتي هيخليها طرية كده وجوزي كده يعني لأ خليكوا كده كملوا الفيديو حلوي يعني لسه في تكملة والخلطة بتاعت البصل مش بصل بفرومه وخلاص لأ لسه اللي تدبيلات آآ هنا خلاص شايفين عاوزها رؤياء كده بالمبشرة بقى على البلانشة زي ما تعملي اعملي المهم ان عاوزها يكون الترنشات بتاعته رؤياء دي الكمية ما تقوليش كتير ولا حاجة لا مش كتير كل ده هتبصي تلاقيه خلاص يعني اول ما بتحتيه على النار بيتبل وهتلاقيه محبة صغيرين فالكمية دي مظبوطة قوي شايفين مش بتتلسع مني ولا حاجة ومعطية النار عليها خالص وسايبه آآ معلقتين الزبدة اللي هتطري لك اللحمة بتاعتك معلقتين زبدة على معلقة آآ زيت علشان خطر الزبدة بس ما تتحرقش مني وهنزل بالبصل هقلبه كويش شايفين هنا لسه في تدبيلة هحطها يعني آآ نفس التدبيلة اللي حطتها على اللحمة هحطها نفس البهرات اللي حطتها هحطها بس مش هحط بصل بودر وطم بودر آآ وبعد كده هحط بقى السياسوس عليها هيديك اللون المكرمل الحلوة او اللي انت هتشوفيه دلوقتي حطت ورق لوري كمان وعندي كده تشكيلة آآ يعني بهرات حاصة كنت جابها مطروح بحطها اللي هو الورق زر الورد والحاجات دي كلها بحطها كمان جسط تيب كده يعني بشرتين تلاتة كده بتودي الريحة يعني بحتة تانية وكمان السياسوس هو اللي هيديك اللون المكرمل زي ما قلتلك البصل مش بحمره هو عاوزة يتبلبس لكن ما تحمره مش لو تشموا الريحة بتاعتها يا نهار ابيض ريحتها تحفى جبت بقى الصينية آآ هبدأ كده اخد من الخلطة البصل جزء هحطه في القوع بتاع الصينية وهحط اللحمة المشوية وبعد كده بقيت البصل هحطه فوق يعني هنا بنتي بتعمل مقارونة قلت لها ردين عليك المقارونة بصراحة يعني بتعمل المقارونة بطريقة ريحتها وتعماحل وقوي خلتني كده بحط البصل اخدت شوية بصل شايفين دايبة دايبة دون اخدت شوية بصل حطتهم في اللي هو جاهز ده حطته على المقارونة ينهار ابيض وقفة بقى عملة طيلي انتي بتخلصي حاجتك وسايبالي المقارونة هتبوز بقى اللي بها لها بقى وانا وقفة هحط في الاول كده في الشايطين الميا اللي في القوع بتاع الجريل البهاريز دي كلها نص كبية ميا بس وحطتها عليها كل حاجة مستوية مش هحط غلنص كبية الميا وهدخلها في الفرن هولع الفرن من تحت بس لحد ما يتشرب نص كبية الميا وخلاص ادفع عليها بقى وتفرجي على طعمها عاوز اتغطيها بورق فويل او بورق زبدة براحتك لكن انا حطتها وطلحتها على طول السلطة بتاعتنا النهاردة هنعمل كلسلو وهنعمل تحينة كلسلو طبعا الكورومب ده انت عارفينه متخصص لكلسلو هتقطعي بقى على البلانشة هتقطعي في الكبة التقطيع اللي انت حباها ودي التقطيع اللي عملتها وكمان الجزر بضربه في الكبة يعني ممكن تبشري كمان لكن يعني من اول ما بدأت عامله في الكبة لقيته حلوة قوي يعني نفس النتيجة فبقيت ايه احط عليه ايه معلقتين عسل كبار معلقتين عسل وكمان معلقة واحدة بس من السكر السكر اختياري لو انت حابة تحطيه بس بيفرق كتير ميونيز كده كبية اخر كمية هي حطتها كنت جابا المرة اللي فاتت الكيس ده يعني كان عامل خمسة وتلاتين جنيه فعملت على مرتين مرة المرة اللي فاتت والمرة دي وحطت كمان كباية من اللبن هقلبهم كويس وخلاص على كده هدخله بقى التلاجة علشان يشرب من التدبيلة السلاطات كل ما تعمل لها بدري كل ما بتشرب من التدبيلة كده وبتكون حلوة التحينا عصر عليها لمون لكن مش كتير اللمون خلي بالي بيخليها كده يعني فيها شوية مرورة فما تقطريش حطيت آآ معلقتين خل آآ شطة كمون كزبرة نشفة وملح وفلفل اصمر كمان بمية دافية وهبدأ اقلبها يعني ما تخلاش المية سخنة قوي خلها دافية شوية السمك اللي انت عاوزيه يعني كده هي آآ سبتها كمان ارتحت اول ما بتجي تحطي الغدع بتلاقيها كمان تقلت يعني وهنا خلاص شطبت بقى مطبخي وغسلت المعاني الجريل لمكان ما كنت بعمل ايوة كده تشطري وقومي يعني خلي عندك نشاط كده تخلصي اول ما تخلصي الغدع بتاعك تكوني مشطبة مطبخك آآ من المعاني اللي انت بتستخدميها آآ هتلاقي المطبخ بتاعك ثايق وريق كده يعني هنا كنا تأخرنا كمان في الغدع يعني خلصت واستنتهم لحد ما جمع آآ شوية بصل من اللي كنت عاملهم للتدبيلة سبتهم وعصرت عليهم لمون آآ جرناشة الاخيرة دي بقى على حسب ما انت حبه لكن يعني بتفرق كتير مشويات حطي آآ بقدونس لكن ما كانش عندي كان عندي بصل اخضر اخدت العروق بتاعته يعني حاجة تدي لون والبصل كمان اللي كنت عاملها حطيته شايفين بقى شكل اللحمة طحفة طرية كده وطعمها حلو البصل نفسه آآ يعني طعمه جميل بصراحة ما كاتش عايزة مكرونها ولا حاجة كات عايزة بالعيش بس كمان جنبها شايفين شكلها عامل ازاي طحفة بجد تجربة حلوة جربيها وادخلي بقلب جمت كده وعمليها تغيير لولادك يعني انت عاوزة تكليها آآ من غير ما تعمل البصل طحفة آآ زي ما عملتها سريعة كده مش يعني مش هقول لي غيبك التدبيل عاوزة تعمل لها آآ التدبيل بتاعة البصل بتفرق كتير وتعمها حلو لو عندك ضيف عندك مناسبة ممكن تعملها بتفرق كتير ودي المقارونة شايفين لونها لونها وطعمها ورحتها طحفة ودي اللحمة دايبة دوب يعني مستوية بصي دايبة يعني مش هقول لك مستوية بس آآ طعمها كمان كان حلو ورحتها البصل كمان كان مقارمت كده وطعمه شرب من التدبيلة بتاعت اللحمة كان طعمه جميل والمكارونا هي ردينة بتقول لي او انت هتعودي بقى تقولي على اللحمة بتاعتك وتسيبين المكارونا اللي او والله بشكر فيها فعلا كان طعمها حلو اه طعمها كده يعني هي بتعملها بطريقتها اه حلوة لا يعني هي عندها نفس فعلا فيها اه معظم الحاجات بتعملها بالنظر وبتطلع والله يطحف الفيديو كان بسيط لو عجبك ما تنسيناش باللايك والشير والسبسكرايب مع الفي سلام